انتشرت في الآوينة الأخيرة كتب محاربة للتوتر تسعى إلى إيجاد الراحة النفسية من خلال التعبير الفني وبالألوان بالتحديد حيث تستهدف هذه الكتب كفة شرائح المجتمع والكبار على وجه الخصوص نعم ومن أجل تلك الغاية أصدرت مجموعة من الفنانين البحرينيين كتابا للتلوين اسمه كشكول وهو يحكي الثقافة المحلية والتراث الوطنية وذلك من خلال رسومات التي يحتويها الكتاب الفنية المزيد من التفاصيل والفن عبر التقرير الزميل صالح يوسف اقتناء كتب تلوين الكبار ظاهرة اجتماعية بدت تطفو على السطح مؤخرا لا سيما في الدول الغربية وفي مملكة البحرين اجتمع مجموعة من الشبان من الفنانين والموهوبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي ينشروا مثل هذه الكتب والدفاتر ولكن بطابع محلي وتراث وطني طبعا كشكول مع نواتي دفتر باللهجة العامية وانشلون تيام ما نحن كفريق بدأت من خلال السناب شات خلال الستوري من الاخت ماريون بوسلور شركة فكرة المشروع حطت في الستوري ما هي دفتر تلوين وقالت حالة له عندنا دفتر بثين بحريني وقلت له رحلها في الدارك معنا ما قد تقابعنا ما قد تكلمنا من قبل قلت له ليش ما نسويها كفكرة صدرية ونسوي حقيقة وهي الستوى يمعات ناس لاننا ساكن في كندا فهي كانت التواصل مع فنانين بحرينيين يمعاتهم حطتنا كلنا في جروب واتساب احتواصلنا سويننا من نوع الدافتر وجاء دور كتب التلوين المخصصة للكبار او ما تعرف بالعلاج من خلال الفن لتفرد لنفسها حصة الاسد في اساليب الترفيه الحديثة للراغبين في تشغيل مخيلاتهم ودون الحاجة الى قدرات خاصة مما يؤدي الى التنفيس عن المشاعر المكبوتة وتوديع القلق ومحاربة التوتر شاركت بعض الرسومات في هذا المشروع لاني من هوات الرسم والتصميم فلما سمعت بهذا المشروع حسيت ان هذه تكون ممكن فرصتي عشان اسوها مثلا بموهبتي واشارك فيها الناس احد هداف هذا الكشكور انه يعتبر كوسيلة التخلص من التوتر والضغوطات اليومية بحيث ان كل ما ركز الشخص على شغلة معينة في يده التركيز الناس هو يخفف الاسترس عامل حم الكتب الملونة للكبار لم تتوقف عند المتاجر والمكتبات فانتشرت في الكثير من المؤسسات الطبية والتعليمية بل ووصلت هذه الكتب الفنية الى المركز الرابع على موقع امازون الالكترونية في لائحة الكتب الاكثر مبيعا ومن خلال هذه الظاهرة الجديدة يسعى القائمون على دفتر كشكول من ايصال مشروعهم للجميع لتعم الاستفادة وتنتشر الوان السعادة في المجتمع دون التفكير في اي مردود مادي خلف هذا العمل نبي نروي الناس ان الشاب البحريني شاب متمكن قادر على اي شيء مرم حط في بالها الشيء طبعا ريع المشروع بيروح امية بالامية حق مشاريع خيرية تدعم الشباب البحريني تدعم اي حاجات موجودة عندنا في المجتمع المحلي ان شاء الله من معين الجمال الذي لا ينضب لا زالت الابداعات الوطنية والشبابية وفي كل مكان بازغة ومتواصلة فهكذا هي البحرين وهكذا هم شبابها لتلفزيون البحرين صالح يوسف